انت بتقولي هل عدم اعلان الاختنا المتنصرة اللي هي عايشة في بلاد عربية ومش هتقدر ان هي تعلن دهوت هل ده يؤثر على اختبارها على انها قبلة المسيح لا ده ما يؤثرش لان الاختبار هو استنارة داخلية ربنا بينورها جوه الانسان ووعد بحياة ابدية رسالة افسس بتقول بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمالك لا يفتخر احد فبالتالي هي ربنا عارف اتجاه قلبها هي سلمت حياتها للمسيح سلمت قلبها للمسيح بتحبه بتتبعه الله بيغير في حياتها هل عدم معموديتها يؤثر على دخولها للسماء ما بين خسين اللص الايمان ما تعمتش فاحنا ما ينفعش نحط ربنا جوه اوالب احنا اللي عملناها ما ينفعش نحط ربنا جوه السيستم اللي احنا عاملينه علشان نقدر نحكم به الكنيسة لكن ربنا ليه تنويرات كده لبني ادمين ليه استنارات شخصية لانسان اشراقاته فالاشراقات دي بتيجي بتنور الانسان الداخلي وبتقدر الله ينظر الى اتجاه القلب منه بتبقى التبعية واضحة ربنا مش هيدحك عليه انا ممكن اتحك عليك وهنا ممكن اتحك عليكي لكن ازاي انا قدر اتحك على ربنا ربنا عارف اتجاه قلبي مية في المية وعارف هل انا سلمت له حياتي فعلا ولا لا ولو انا فعلا انسانة حقيقية سلمت له حياتي بكل معنى الكلمة لا يمكن استحالة انه هو يجي يرفضني اشتركوا في القناة